موسيقى تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنمار جرغاش إن الدوحة خسرت مزداقيتها وإن الحملة التي يشنها إعلام النظام القطري لتشويه صورة دولة الإمارات ستفشل مشيرا إلى أن التزام الإمارات الأخلاقي والسياسي تجاه اليمن والتحالف ثابت لا يغيره شيء ولا يقوضه المال والإعلام أكدت القوات العراقية تحرير كامل الحويجة من احتلال داعش وقال متحدث عسكري إن قطاعات الجيش وألوية الحجد الشعبي أنهت مهامها في المرحلة الثانية لتكون بذلك قد أكملت واجبها بعمليات استعادة الحويجة تحطمت قاذفة روسية من تراسو خوي 24 يوم ثلاثة عند إقلاعها من القاعدة الجوية الروسية في حميمين في غرب سوريا ما أدى إلى قتل تاقيمها كما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع في موسكو مشيرة إلى أن القذيفة خرجت عن المدرج خلال إقلاعها من مطار حميمين ووقع الحادث بينما كانت تزيد من سرعتها لتقلع أقرى الاتحاد الأوروبي سلسلة جديدة من العقوبات ضد كوريا الشمالية تحطر على الشركات الأوروبية الجديدة بيع سوائل الغاز الطبيعي لكوريا الشمالية كما تشمل فرض قيود على بيع المنتجات النفطية والنفط الخام إلى هذا البلد ووقف منح تراخيص عمل جديد لمواطني كوريا الشمالية أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثة حالة الطوارئ الطبيعية في كاليفورنيا في إجراء يتيح للولاية الاستفادة من إمكانات الحكومة الفدرالية لمواجهة الحرائق الضخمة المستعرة في ثمان من مقاطعاتها التي تسببت بقتل خمسة عشر شخصا على الأقل وتهجير خمسة عشر ألفا آخرين حتى الآن يحتف العالم اليوم باليوم العالمي للطفلة والفتاة فمنذ خمس سنوات خصصت الأمم المتحدة يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام يوماً للاحتفال بالفتاة على مستوى العالم لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن سجلت عملة البيتكوين مكاسب كبيرة خلال تعاملات اليوم لتستعيد بذلك مكاسبها القوية بعد أن تعرضت إلى انهيار حاد للحظات وصلت معه إلى مستوى أربعة ألاف ومائة وتسعة وثمانين دولاراً إذ فقدت أكثر من ستمائة دولار ثم استعادت بعد ذلك مكاسبها مرة أخرى بحسب مؤشر موقع كوين ديسك نهاية الموجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضاً بالضغط على مشاركة أو لايك موسيقى